النشرة الاقتصادية تأتيكم عبر أول قناة إخبارية في الجزائر أهلا بكم ونستهلوا بأبرز العنوين وكالو السيارات يتجاوبون إيجابيا مع دفتر الشروط الجديدة والحكومة تحدد شروط الموافقة على دراسات الأخطار بقطاع المحروقات الفلحة بالغرف البلاستيكية بديل الزراعة الكلاستيكية بولاية ميلا أهلا بكم إلى التفاصيل تجاوب بعض وكلاء السيارات بالإجاب مع دفتر الشروط الجديدة الذي يضبط عملية استراد السيارات كما الجفال وتفاصيل ما انصدر العدد الأخير للجريدة الرسمية حتى بدأ العد التنازلي لوكلاء السيارات لتطبيق أهم البنود التي جاءت في دفتر الشروط الجديد والذي حُددت أجل تطبيقها بـ 12 شهرا حيث انطلق بعض الوكلاء في تحضير الأرضية الجيدة لتوسيع استثماراتهم نعمل بميزيك والذيكول الانجستريي نحن نعمل بكاروس كرية الانجستريي في أولاد موسى إن شاء الله نعمل بموسى لدينا بعض النار إيتالية لدينا بعض النار إيطالية لدينا بعض النار إسبانيون نحن نحن إن شاء الله بإذن الله نحن نكون هناك أمر أرغب الاستثمار في صناعة قطع الغيار تعد المرحلة الثانية في مخطط عمل الوكلاء وما زاد من حماسهم هو اتفاقهم المبدئي مع ممثلي العلامات التي يسويقون سيارتها إنشاء مصانع للتركيب هنا في الجزائر سيساهم بشكل أو بآخر في الحد من نسب البطالة قدرة الوكلاء على توسيع نشطهم حسب ما يتطلبه دفتر الشروط يبقى محدودا لدى البعض منهم الاجراءات الجديدة التي أقرها دفتر الشروط وإن كان البعض يرى فيها بأنها كانت مجحفة في حق الوكلاء الصغار إلا أنها ستشجع لا محل على وضع القواعد الأساسية لميلاد صناعة سيارات بتوقيع جزائري صدر في العدد الرابع من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد كيفية الموافقة على دراسات الأخطار بقطاع المحروقات ومحتوها فوزيام سعدي قرار التوجه لاستغلال الغاز الصخري بالجزائر أثار جدنا كبيرا وقبل باحتجاجات رفضة لعملية حفر آبار تجربية بمنطقة عين صالح خوفا من إنعكاساتها السلبية على البيئة والمحيط واقع دفع باهتمامات الحكومة لتنصب على الملف من خلال سن إجراءات وقوانين صارمة كما كان عليه الحال في إصدارها لمرسوم تنفيذي جديد يحدد كيفية الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتوها المرسوم 1509 تضمن عدة شروط من أهمها ما يلي أن يكون أي تهديل لمساحة نشاطات محروقات وحجم المنشآت وقدرة معالجة موضوع دراسة أخطار جديدة يخطيعها المستغل لموافقة سلطة ضبط المحروقات يجب على المستغل تحيين دراسة الأخطار كل خمس سنوات على الأقل كل العمليات ذات العلاقة بنشاط المحروقات على غرار البحث والاستغلال تخضع إلى العديد من الإجراءات الوقائية ذات العلاقة مع المحافظة على البيئة تطبيق الحكومة لإجراءات جديدة في قطاع المحروقات رغم كونها متأخرة هدفها محاولة إقناع معارضين لاستغلال هذا المورد الغير التقليدي فهل هذه الإجراءات تتناسب والمؤسسات الأجنبية المستثمرة التي أشارت في عدة مناسبات أن كثرة التدابير الإجرائية المفروضة من قبل السلطات الجزائرية لا تساهم في تكثيف نشاطها بالحقول الطاقوية الوطنية محليا وفي ولاية ميلا أصبحت الفلاحة بالغرف البلاستيكية تشكل بديلا للزراعة الكلاسيكية وذلك لما توفره من منتجات محلية يشهد إنتاج الخضروات ضمن الغرف البلاستيكية في الآوينة الأخيرة بولاية ميلا تذبذبا أرجعه المعتمدين على هذا النوع من النشاط الفلاحي لمحدودية الاهتمام بتوفير آليات النجاح الممكنة على حد قولهم هذه المنطقة غلابية تمارس النشاط الفلاحي البولة البلاستيكية كانت في وحد الوقت كانت 1-250 ولا تلتمية سجيطان وهم تغطي الطالب الولاية كامل ومن بعدها لا تدعيم لا معنوي ولا مادي هؤلاء تلك اليوم في القيراد اليوم السباح سنة في بغوردين كانت 1-100 سجيطان قاعدة 1-800 ولا عشر عبرك فهدفها تزويد الأسواق بمنتجات خارج أوقات مواسمها الطبيعية تكون أنظر شكلا وأقل تلوثا من الزراعة المتعارف عليها الليسون سيال نطلبه بتدعيم كانش فاسفات كانش تدعيم كانش ماتريال ما كينوالوا معزولين الليسون سيال نطلبه من الدولة كانش مزدع منها كانش شوية دعم ويعطيونا الأرض وين خدمو تكون شوية أسميدة شوية أمر تدعيمية الفاسفات ملقة شوية نجيبوه المما كانش الأرض الصغيرة وين خدمو تقليل الخصائر النجمة عن التقلبات الجوية هو عمل البيوت البلاستيكية التي تعد ضمانا ضد عوارض البيئة الطبيعية حال توفر الإرادة النجحة ختم نشرة الاقتصادية